قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَغِطُ وَتَرَخْنَا يَرُسُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ورحمة بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسن وصفاته العلى الذي يجمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة وبعد اتعرفت معاكم في الدرس اللي فات إحنا ليه بندرس قصة يوسف عايز أقولكم حاجة ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أنزل القرآن على ثلاث أقسام أساسية الجزء الأول اللي بيمثل ثلث القرآن هو المتعلق بالعقائد العقيدة في الله وفي الملائكة وفي النبيين وفي الكتب وفي الرسل الثلث الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في القرآن هو المتعلق بالتشريعات الحلال والحرام الصلاة والصيام الزكاء الحج الثلث الثالث ربنا سبحانه وتعالى جعله للقصص لأن القصة لها وقع عجيب جدا في نفس الناس وقد إيه كتير من الناس أثرت فيهم قصة وأثرت فيهم حدث حدث قدامهم أكتر من ألف كتاب ممكن يكونوا في يوم من الأيام قرأوه صدقوني وده دايما من خلال تجربة على مدار عشرين سنة في الدعوة ممكن في بعض الأوقات موقف واحد قصة واحدة تكون حاصلة قدامي تكون أنفى عليها بكتير جدا من كتب بتقولكم أن ربنا سبحانه وتعالى جعل القصص دي لعلل وأهداف مهمة جدا على رأسها واحد أن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة في المحنة اللي كانوا بيمروا بيها اتنين ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه القصص علشان نغد منها العظة والعبرة تلاتة ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا هذه القصص في كتابه الكريم علشان نتفكر فيها ونتأمل فيها ونشوف إزاي نستفيد من حياتهم في عبادتهم مع ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا يقول لنا في شأن داود وفي شأن سليمان نحن العبد إنه قواب أقدر أستفيد قوي من حياة الصحابة في جانب من حياة الأنبياء في جانب علاقتهم مع ربنا سبحانه وتعالى في جانب تعاملاتهم وأخلاقهم في جانب الشدائد والمحن وفي جانب انفتاح الدنيا في وقت الاصبعاف وفي وقت التمكين أقدر أستفيد من حياتهم عايز أقول لكم كمان أن إحنا كل واحد فينا حياته هي أنموزك صغير لحياتنا بمن الأنبياء صدقوني فعلا هو دا ممكن يكون حد فينا في يوم من الأيام عنده مرض ربنا يا رب يش في مرضى المسلمين المرض دا أتعامل معه إزاي صدقني أنت حياتك كإنسان هي جزء صغير من حياة نبيه لأيوب اللي كان مبتلى بالمرض ممكن في يوم من الأيام حد فينا ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه الدنيا جدا ومش عارف يتعامل معه إزاي حياتك دي جزء صغير من حياة سليمان برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى ووسع عليه جدا ممكن في يوم من الأيام الإنسان منه يكون له إخوات كرهينه وبيبغضوه وقلبه القلوبهم مليانة بغضاء له وبيحسدوه أو اللي معاه في الشغل بيحسدوه أنا ببقى مش عارف أعمل إيه في وقته زي دا صدقني أكتر حد ممكن تستفيد من حياته بص على كل نبي حياته قريبة أولا من حياتك بص على النبي اللي حياته جزء كبير منها بيمثل واقع بتاعك في حياتك وشوفوا كان بيعمل إيه في المحنة دي صدقني أنت توصل كده ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال لنا أولئك الذين هدى الله فبيهداهم قلتلكم إحنا عايزين كمان ندرس قصة الأنبياء والمرسلين بخاصة قصة يوسف علشان ننزلها على الواقع بتاعنا وهقول لكم أدئيه النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من قصة يوسف في درس النهاردة خمسة عايزين نستفيد من قصة الأنبياء والمرسلين أنحنا نتعرف على سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون وقولت لكم أن ربنا وضع سنن في الكون دايماً إحنا بنقرأها كده من خلال قصة الأنبياء كتير من الأوقات شاب من الشباب يكون زنة أول عياذه بالله عمل علاقات محرمة أول عياذه بالله ابتلي بشرب خمرة أو شرب مخدرات والتأيي في بعض الأوقات يأس وقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى تيجي قصة الأنبياء هنا عشان تقول لهم ما تيأسش لأن ما يفعش نيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ممكن في يوم من الأيام حد يكون واقع في بلاء شديد قوي قوي ظلم الناس له ويظن خلاص أن ربنا مش هينصره أوع في يوم من الأيام تظن كده لأن من قولين ربنا في الكون أن ربنا سبحانه وتعالى هيتعامل معاك على حسب ظنك في ربنا سبحانه وتعالى يا بنية اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله قلت لكم درستنا القصة الأنبياء هتخلينا نحبهم ولو حبناهم لننال أعظم شرف في الأخرة أن احنا إن شاء الله نكون معاهم في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحبه المرء مع من أحبه تعالوا شو بقى إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يستفيد من قصة يوسف عليه صلى الله عليه وسلم قصة يوسف كانت دايما قدام عينيه بيحاول بقى مستاعي يستفيد منها غاية الاستفادة وده اللي احنا عايزينه النهاردة أنا من خلال درس النهاردة احنا خلاص الدرس الجاي إن شاء الله إذا ربنا أحيانا هنبدأ نتكلم بقى في صلب القصة القيم والإنسان الجديد اللي احنا عايزين يكون بنا النهاردة بس عايز أقول لكم أن الإنسان الجديد اللي احنا هنشيل من قلبه بعض الأمراض ونحط في قلبه بعض القيم والمبادئ المهمة قوي لازم أولا يبقى احنا بنقى صورة يوسف مش القراءة بتاعت كل مرة مش قراءة أنا متدايق شوية فأمت قراءة صورة يوسف لا القراءة اللي تقول ايه الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يضعها ليه في هذه الآية علشان أبدأ أطبقها في حياتي أضرب ليكم مثال علشان أقول لكم أن النبي عاش قصة يوسف مش من باب القراءة ومن باب العمل بهذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يعني كانت سامة 8 هجرية يعني تقريبا بعد 21 سنة من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد 21 سنة اضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتشتم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طرد فيها من أرضه تآمر أهل مكة على قتله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بعد 8 سنين من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم راجع في مكة معه جيوش وبيفتح مكة في فضل الله سبحانه وتعالى عارفين النبي صلى سلم في اليوم ده عمل ايه هل يا طرى قال الناس دي ضربتني اضربها الناس دي اذيتني اذيها الناس دي حاولت قتلي اقتلها لا النبي قدر يقرأ بسرعة انا موقفي هنا ايه موقف ان انا ممكن لي موقف القوة وهم في موطن الضعف يا طرى انا هعمل ايه النبي بسرعة بص في القرآن على صورة يوسف وسائل الناس في اهل مكة ما تظنون ان يفاعلوا بكم قالوا اخ كريم وابن اخ كريم فقالهم كلمة سيدنا يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم انا مش هلومكم على الاهانة اللي انتو اهمتها لي ولا هلومكم على الضرب اللي انتو ضربتوه ولا هلومكم على كتير من الصحابة ماتوا في مكة بسبب تعذبكم لا تثريب عليكم اليوم النهاردة ما فيش عتاب لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم النبي قدر يحول قصة يوسف في المقطع ده لواقع النبي صلى الله عليه وسلم كان عيشه صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة رضي الله عنها حادثة الإفك في حادثة الإفك بلاء شديد أكتر حاجة أكتر حاجة تتعب الإنسان أنه لما يبتلى يبتلى أن الناس تطعن في عرضه تطعن في شرفه أو تطعن في أمنته أنك تكون إنسان في شغلك أمين جدا أو أنت إنسانة في شغلك أمينة جدا وتلاقي حد نظرا للبغض والغل اللي مال قلبه من جهتك بدأ يطعن فيك بيطعن في أكتر حاجة أنت محافظة عليها في أمنتك أو في شرفك أو في عرفتك في الوقت ده الأمر بيكون صعب جدا عن نفسه السيدة عائشة ذات نفسها كانت بتقول قالت فلما أخبرت بما يقول الناس فيه كنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي أنا كنت من قطر العياط كنت بظن أن البكاء سيفلق كبدي من شدة همها اللي أصبها ولدها الصديق رضي الله عنه قاعد جنبها بيرى بكاها فبيبكي وتدخل المرأة من الأنصار فترى بكاء السيدة عائشة رضي الله عنها فتبكي المفترض في الوقت ده كان يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويطبطب ويقول لها معلش أصبري واحتسبي ولكن النبي لسه مش عارف المشكلة فين فالنبي صلى الله عليه وقال لها يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله ده ده قانون من قوانين ربنا سبحانه وتعالى وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه واعترف بهذا ذنب فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم استغفر الله غفر الله له قالت فوالله يا رسول الله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف من شدة همها نسلت اسم سيدنا يعقوب قالت لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على المتصفون زي ما يعقوب صبر أنا هصبر وزي ما ربنا سبحانه وتعالى دافع عن يعقوب ورد يوسف وأخوه ورد يوسف وأخاه إلا يعقوب أنا هصبر والله هيرض إليه كرمتي وشرفي هو ربنا سبحانه وتعالى ده كان سبب كبير جدا من الأسباب إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل برائتها في سورة النور أولئك مبرؤون مما يقولون شفتوا إزاي قدروا يستفيدوا من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما ازداد الأذى من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم النبي تذكر السنين العجاف سنوات الجدب سنوات المجاعة اللي أصابت مصر في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام فكان النبي بيدعو على من قتل أصحابه وآذى فكان يقول اللهم اجعلها عليهم سنين كسنية يوسف اجعلها عليهم سنين مجعات وجدب زي ما هم قتلوا الصحابة وآلوا الصحابة وأخذوا أموال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام الصحابة بيسألوه بيقولوله يا رسول الله من أكرم الناس فقال لهم ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام فعلا أنا لا أرى في حياتي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من يوسف عليه الصلاة والسلام تخيل في يوم من الأيام واحد أزاك وأهانك ومع ذلك أنت مردتش الإهانة بالإهانة أضر بيكم الثالث لما يوسف عليه الصلاة والسلام امرأة العزيز حبسته في السجن وده كان قمة الأذى وقعد يوسف عليه الصلاة والسلام تسع سنوات في السجن لما جاء الملك وعرف تأويل الرؤى من خلال يوسف قال هتولي الراجل ده أنا عايز أعرف مين الراجل ده فجاء الرسول وقال لي يوسف الملك عايزك ويسمع منك قال أرجع إلى ربك فاسأله ما باله النسوة التي قطعنا أيديهن اللي حبس يوسف مش النسوة اللي حبس يوسف هي امرأة العزيز طب هو ليه قال النسوة ما قالش امرأة العزيز أسل التصريح باسم امرأة إهانة يعني يوسف عليه الصلاة والسلام هي ظلمتك واتحطتك في السجن ومع ذلك انت مش عايزت هنا حتى باللفظ كريم ان بعد ما اخواته ضربوه وأهنوه وبعدوه عن والده واتباع بيع العبيد وبعد كده خشوا عليه يقول لهم لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فيه كرم أعظم من كده فيه كرم أعظم من ناس اجتمعت على يوسف علشان تسجنه والناس دي هتمر بمحنة جديدة جدا ستأتي على الأخضر واليابس ومع ذلك اللي يتول حل مشكلة الناس اللي سجنته هو كان يوسف عليه الصلاة والسلام فبيقول له يا رسول الله من أكرم الناس قال ذلك يوسف قال ذلك يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقعد مع الصحابة ويكلمهم عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان بيقول صلى الله عليه وسلم عجبته لصبر أخي يوسف أنا متعجب غاية العجب لصبر أخي يوسف ولكرمه والله يغفر له أتي ليخرج من السجن قالوله تعالى يلا تطالع من السجن فأبى حتى يخبرهم بعذره يقول لهم أنا كنت بريء أنا ما كنتش إنسان سيء أنا ما عملتش حاجة مع المرأة أنا شرفي بفضل الله لم يمسه أي سوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنت أنا ما خرجت وقال صلى الله عليه وسلم وعجبته لصبره وكرمه يأتيه الناس يسألونه في محنتهم فيجيبهم ويؤول لهم الرؤية ولو كنت أنا ما أولت لهم الرؤية حتى أخرج أدي الكرم وأدي العظم اللي كانت في جوانب حيات سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم صحابه في يوم من الأيام جم ألوله يا رسول الله يعني أقصص علينا عايزينك يا رسول الله تقصص علينا عايزين شوية قصص فأنزل الله سبحانه وتعالى ألف لام راء تلك آياته الكتاب المبين آيات سورة القصص نحن نقص عليك أحسن القصص عقب بن عمر في يوم من الأيام رحل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله يعني أقرأ أقرأني سورة هود أو سورة يوسف يا رسول الله أقرأني سورة هود أو سورة يوسف نظر أدئي السورة دي كانت مؤثرة جدا فيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع هذا الكلام وكان بيمتعهم صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعوا بودانهم أنه يصبح سمعوا بيقع عليهم سورة يوسف الصحابة كانوا بيتأثروا جدا بسورة يوسف كان لها وقع كبير جدا في حياتهم عبد الله بن شداد بيقول سمعت نشيج عمر بكاء عمر في صلاة الفجر وأنا في آخر صفوف وهو يتلو قول الله من سورة يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني إلى الله وسيدنا عمر عمالي حيط لأنه مستشعر قد إيه يعقوب عليه صلى الله عليه وسلم ابتلي في أعز وأغلى ما يملك في ابنه يعقوب كذلك أيضا يقول عبد الله بن عامر رحمه الله كثيرا ما كنت أسمع عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر يقرأ بيوسف ابن عمر كان يقرأ أيضا في الفجر بصورة يوسف وبصورة الكهف ليه؟ صور جميلة أوي بتراقق حال الناس سيدنا سلمان الفارسي لما دخل المدائم من بلاد فارس جامع الناس حتى اجتمع على سيدنا سلمان رضي الله عنه ألف رجل أخذ يقرأ عليهم صورة يوسف لما فيها من العجائب ولما فيها من الأخلاقيات الطيبة الجميلة سيدنا بن عمير كان يقول والله ما أخذت صورة يوسف إلا من عثمان رضي الله عنه من كثرة ما يوددها في صلاة الفجر عمر عبد الله بن عمر وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا سلمان حتى ابن سعود كما يقول على القمة كنا بحمص وصلي الفجر وراء عبد الله بن سعود فكان كثيرا ما يقرأ بصورة يوسف ليه؟ مليانة آيات مليانة عذات مليانة عبر ده كان حلهم مع صورة يوسف إنه كان بيقرأ يتأثر بيها زي عمر إنه كان يقرأ ويحولها العمل زي النبي وزي السيدة عائشة رضي الله عنها وزي الصحابة رضي الله عنه أجمعين كل مهموم وكل مغموم لو في يوم الآيام قرأ صورة يوسف زي ما الناس دي قرأتها صدقوني يزيل الله سبحانه وتعالى همه وغمه وكربه إن شاء الله بإذن الله يترك تعالى درس بكرة إحنا هنتكلم وليه يوسف بالذات عليه الصلاة والسلام وهنتكلم عن أربع جزئيات أساسية في حياة سيدنا يوسف هي مكونات الإنسان الجديد اللي عايزين يكون عايش وسطنا حاله وعبادته مع ربنا سبحانه وتعالى اتنين أخلاقه مع الناس تلاتة علمه أربع دعوته أربع حاجات لازم تكون موجودة فيك عشان تكون إنسان جديد بإذن الله يتبركه تعالى اكتفي إن شاء الله بهذا القدر على أن نبدأ بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله أهم المميزات شخصية يوسف عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خيرا هذا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف فتركنا يوسف عند مساعنا فأكله البيض ترجمة نانسي قنقر